طبعا ما يحدث ويجري في الداخل التركي ينعكس بشكل مباشر على الشمال السوري ككل سواء في شرق الفراد أو في غربه ونحن اليوم أمام خيارين ربما لا ثادثة لهم إما أن يقي حزب العمال الكردوساني البيتكي السلاح وتكون هناك ضغوطات من الحزب الممثل للأكراد في الداخل التركي وبالتالي يكون هناك توافقا ما بينهما ما بين الجنح العسكري والسياسي وبالتالي إلقاء السلاح وهذا ربما بعيد التحقيق بسبب تمسك وتشبث قادة جبال قنديل بمحاربة الدولة التركية والعمليات الأفعابية بأوامر طبعا إيرانية أمريكية إسرائيلية مباشرة أو أن يكون هناك عزل لقصد عن البيتكي كي دكتور مهند مع وصول تعزيزات كبيرة للجيش التركي إلى ريف الرقة هل تشير هذه التحركات إلى نية تركية لشأن عملية عسكرية ضد قصد؟ نية موجودة ولكن هذه التحركات والعمليات الإرهابية التي تقوم بها البيتكي كي قصد لأن من قم بالعمل الإرهابي في أنقرار كانوا قد جاءوا من الداخل السوري وهذا يعني يسرع في اتخاذ أو القرب من ساعة الصفر وإطلاقها من قبل صانع القرار السياسي في تركيا وهذا يعني أننا نقترب يوما في يوما من عمليات مكثفة ونوعية وميدانية ولن تكتفي بالجو والمستيارات أظن أننا على مقربة من عمل عسكري ميداني إلى ما بقيت أسد متمثلة وتابعة وتأتمر بأمر جبال قنديل وبإطلاق عليه نحن أمام خيارا في هذه الحالة إما تبقى تركيا ضربة بيد من حديد على هذا الإرهاب وإما أن تعلن قصد عدم ارتباطها مع البيتكي ترجمة نانسي قنقر